ماناجينج فايل ان تيمبلت لوكيشن هنتحكم هنا في اماكن اللي فيها الريفت بيدور على الملفات اللي احنا بنستخدمها سواء التيمبلتس او الفاميليز او اللايبري اللي احنا موجود عندنا في البرنامج او الاماكن اللي انا ممكن اسايف عليها البروجيك بتاعتي كوضع افتراضي للبرنامج. الديلوج ده ممكن ان انا اتحكم فيه والاوبشنز اتحكم فيها من خلال المين ابليكيشن مينيو واروح على الاوبشنز وفيه هنا عندي اه اختيار اسمه الفايل لوكيشنز وده اللي انا بقدر من خلاله واحدد اماكن الملفات والتيمبلتس اللي انا بشتغل عليها في البرنامج. في الجزء اللي فوق عندي اماكن التيمبلت الافتراضي وهنا مسلا عندي في القائمة الحالية اللي هو تيمبلت انشائي وده المصور بتاعه على الجهاز بيبقى دايما موجود في فولدر البروجرام داتا. ده لازم يظهر عندك اه لو اه لازم تظهر اول الحاجة الملفات المخفية عشان يقدر يظهر عندك الفولدر ده. فهتلاقي جواه فولدر اسم اوتو ديسك. بعد كده الفين واربعتاشر اللي هو الفين واربعتاشر. فولدر اسمه التيمبلتس. ولكن دلوقتي عايز اضيف تيمبلت جديد للبرنامج. بضغط على علامة الزائد الخضرة. وبروح على اماكن اه وجود التيمبلتس عندي على الجهاز. اللي هي زي ما قلنا في البروجرام داتا. اه فولدر اوتو ديسك. بعد كده ار اي سي هنا مسلا عندي نوعين من التيمبلتس. دول ممكن انك تحددهم من خلال تسطيب البرنامج في الاول خالص. اللي هو بتحدد النظم الانشاية اللي انت هتشتغل عليها سواء النظام المصري وبعاد الهندسية اللي احنا شغالين عليها. او اليو اس متريك سيستم اللي هو بيشتغل بالملي وي المتر. اضغط عليه مسلا وعايز اضيف الديفولت متريك سيستم بتاع الاستراكشور الاناليسيس تمبلتس. واعمل اوبن. هيظهر عندي هنا في القيمة. ممكن ان انا احدد اماكن الملفات دي عندي في القيمة من خلال الاستخدام اللي هو او اللي هو اتحكم في اولويات وجودهم في القيمة عندي. هنا ممكن اغير اسم التيمبلت زي ما انا عايز ان انا اعلم عليه واكتب اي اسم انا محتاجه. وممكن ان انا احذف ده من ان انا اضغط على بعد كده عندي تحتهم في حاجة اسمها الديفولت باص فور يوزر فايلز اللي هو بحدد له الفولدر اللي المفروض يفتحه لما ياجي اعمل سيف از او سيف لي اي بروجيكت انا شغال عليه او لما يجي اعمل اوبن لاي فاميلي او فولدر جديد ان انا عايز استخدمه. بعد كده في هنا الديفولت باص فور فاميلي تيمبلتس فايلز وده اللينك او المسار الافتراضي لها اللي فيه بيدور على الفاميلي اللي انا بشتغل عليها. بعد كده في هنا الروت باص فور بوينت كلاودز ده اوبشن ما بلاش نتدخل في دلوقتي لانه اه موضوع تاني خالص واحنا كمصريين او كتقنية هنا في بلدنا حاليا ما فيش اي مجال ان احنا نستخدم البوينت كلاود لان هي معتمدة على تقنية اللي هي للمنشآت وموال تاني كبير بصراحة. في هنا قايمة ممكن اظهرها من خلال الضغط على زرور وهنا بيحدد لي اماكن اللي اللي انا بشتغل عليها ونفس التعامل معها بيبقى نفس التعامل مع التمبلت اللي احنا قلنا عليه. ممكن ان انا اضيف اماكن جديدة من خلال ان انا اضغط واضيف الاسم بتاعها. وممكن انا اضغط هنا واختار او زرار عشان يظهر لي مكان او اي اه انا عايز اشتغل عليها. هنا مسلا عندي جديدة عايز اضيفها ممكن اضيف المصري. واختار حسب التخصص اللي موجود والحاجة اللي انا محتاج اضيفها. وعمل لها ادد هتظهر لي هنا في بتاعت البرنامج وممكن ان انا اشيلها مجرد ان انا اضغط عليها واختار ريموف فاليو.